اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وكانت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف قد أتمت في وقت سابق افتتاح وترميم وتأهيل دور العبادة أحمد الخاجة وبريد المنصوري ومجبل وأحمد بن حسن وعبد الرحمن بن عبد الوهاب والرسول الأعظم والثمن والسيدة خديجة والإدراز الكبير والعيد والشيخ يعقوب من جانبه أكد سعادة الشيخ الدكتور راشد بن محمد الهاجري رئيس مجلس الأوقاف السنية على الرعاية والاهتمام التي تحظى بها المساجد ودور العبادة من قبل جلالة الملك المفدى وحرص الحكومة المستمر بقيادة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على بناء وإعادة تأهيل دور العبادة كما أشار سعادة سيد يوسف بن صالح الصالح رئيس الأوقاف الجعفرية إلى ما تحظى به سائر دور العبادة في المملكة من دعم كبير في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالة الملك المفدى والمتابعة المستمرة من قبل الحكومة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وحرصها على تلبية احتياجات الأهالي من الخدمات الدينية وتهيئة أفضل السبل للمصلين